بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السادة الكرام الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم ومرحبا بكم في هذه المحاضرة التي ينظمها القسم المهني في هيئة علماء المسلمين في العراق والتي جاءت لتتناول فئة مهمة من فئات المجتمع العراقي خاصة والعالم عامة حيث لا يمكن لأي دولة أن تتقدم وتزدهر في إنتاجها وعطائها وتقدمها الحضار والاقتصاد إلا من خلال ركن رئيس في المجتمع وهم فئة العمال وقد ارتأل قسم المهني في هيئة علماء المسلمين أن يظهر واقع العمال في العالم عامة وفي العراق خاصة ولذلك جاءت بعنوان واقع العمال في العراق وقد استضاف القسم لهذه المحاضرة الدكتور حسن بيضين مدير الدراسات في المنتدى العالمي للوسطية فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بداية أشكر للسادة هيئة علماء المسلمين في العراق هذه الدعوة الكريمة التي أسجلها بمداد الشكر والاعتزاز والفخر وعلى رأس هذه الهيئة سعادت الأخ الدكتور مثنى حارث الضاري الذي أرى فيه ملامح والده رحمه الله إذ جمعني به القدر أكثر من مرة عند صديق مشترك وهذه حقيقة أعتز بها أن ربط العمل بالإيمان والفكر مسألة متجذرة في العقيدة والفكر والقيم والوجدان ذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربط الإيمان بالعمل ربط حتمي لا يكون الإيمان خالصا مفيدا إلا إذا ارتبط بالعمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون التطبيق للأحكام التطبيق للفروض التطبيق للعبادات هو يتأرجح بين النظرية والتطبيق ولذلك علموهم عليها لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع التعليم النظري ثم التطبيق العملي ثم العمل من يعمل بالكتاب يعمل بالسنة ينجو في حياته اليومية وفي حياته السلوكية والثقافية والأخلاقية ولذلك من هنا جاء الربط الوثيق بين التطبيق العملي الذي يتماشى مع ما نؤمن به كفكر حقيقة أنا أرى أن المجهود العملي في الجوانب كافة الجوانب الاقتصادية الجوانب السياسية الجوانب الاجتماعية إنما تأتي كتطبيق للأفكار التي نؤمن بها الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون المعرفة الإنسانية مفتوحة ولذلك أي مصدر من مصادر المعرفة يستحق الاحترام وإن كان هذا المصدر حيوان أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي إذن مصدر المعرفة يحترم بحيث يحقق الهدف للإنسان بحيث يحقق الهدف للإنسان ولذلك أنا لا أبخل ولا أضع حدوداً لمصادر المعرفة حتى وإن كانت من عدو حتى وإن كانت من حيوان حتى وإن كانت من مجهول شرط المعرفة أن يكون مفيداً يضيف قيمة مضافة في الفكر والسلوك والثقافة وبالتالي يظهر أثر ذلك إيجابياً في حياتي مع نفسي في علاقة مع نفسي العلاقة الإنسان مع الذات في علاقة مع الله في علاقة مع الأسرة في علاقة مع الآخرين مع الإنسانية تماماً ولذلك هذه الدوائر التي تنداح عن مركز الحضور الإنساني كفرد هي التي تتشكل مجموعة الأعمال التي يقوم بها ولذلك ربط العمل بالفكر ابتداءاً ولذلك نحن كمسلمين وكعرب أقول نحن نقدس قيمة العمل ونجعل أن العمل هو مفتاح للنجاح العمل في حقيقته ينتج معرفة من يزرع الآن نبتة يراقبها ويرى أن هذه الحجرة تؤثر عليها يبدأ بالحراثة إذن فتحت له آفاق الحراثة يرى نمو الشجرة بطريقة غير متناسقة الأغصان يبدأ بالتقليم ينتج معرفة التقليم يرى أن الحيوان الذي مر من هذه الحديقة أثر عليه وبالتالي هذه الحشرة يبدأ بفتح معرفة الرش والمبيدات إذن العمل في حقيقته كبذرة أنتج مجموعة من المعارف والعلوم والأعمال ولذلك عندما قالوا مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء كذلك العمل جاء من فكرة فامتدت شجرته في الآفاق حقيقة هذا الامتداد التنموي للأعمال لا يكون إلا بفكرة تنتج فكرة وعمل ينتج عمل ولذلك الآن التوسع في ميدان الأعمال حقيقة قالوا بأن مثلا التكنولوجيا في مجال السيارات قد نقول نحن نحتاج إلى فقط ميكانيكي لكن لابد من ربط الميكانيكي بالتطور التقني ميكانيكي زائد كهربا قالوا تطور الأمر ميكانيكي كهربا صناعة رقمية يجب أن تكون صناعة رقمية تكنولوجية في مجال السيارات إذن الأعمال أنتجت أفكار والأفكار أنتجت ميادين أخرى للعمل ولذلك من احترام قيمة العمل ليس بالمردود المادي فقط أنا دكتور وأقبل بالعمل بمرتب قد لا يتجاوز حارس أو راعي غنم حقيقة لكنني أؤمن بالعمل كرسالة أؤمن بالعمل كمحفز للذهن والعلاقات الاجتماعية الذي منحني فرصة الالتقاء بهذا الجمهور النخبوي هو العمل كمدير الدراسات حقيقة لكن لو ربطت العمل بمقدار ما تحقق من قيمة مادية لن تعمل إلا ملك أو رئيس جمهورية أو مدير شركة بترول يجب أن تؤمن بالتدرج بتدرج الأفكار إنتاجية المعرفة ماذا يمكن أن يحقق هذا العمل يحقق الاستقرار النفسي يحقق الاستقرار الاقتصادي يحقق الاعتزاز بالذات والإنجازات التي يمكن أن تحققها ولذلك أنا أقول حتى لأبنائي لا تتردد في قبول العمل لأنك ممكن لو عملت في جمع القمامة قد تؤدي بك إلى إنشاء مصنع للتدوير في هذا العمل وإن كنت مهندس ميكانيكي ابني مهندس ميكانيكي وأقرعت بالقبول بأي مستوى متدني بالوظائف التي يقر المجتمع أنها متدنية وكم من حالات عصامية في المجتمع العربي والإسلامي والإنساني بدأت بأنه بدأ بفكرة عمل بسيط ثم أصبح إمبراطور في مجال المطاعم إمبراطور في مجال البنوك إمبراطور في مجال الصناعات وغيرها لأنه آمن بفكرة التطور وإنتاج الأفكار وهذه دعوة أقدمها للشباب لا تقف عند حاجز ربط العمل بالشهادة لأنك أنت من تنتج المعرفة التي تريد ولو بعد حين هذه حقيقة ولذلك فيما يتعلق في العمل في الموروث الفكري الإسلامي في القرآن والسنة جاء محفزا مع عدم التقييد خذ حبلا وقدوما واحتطب ولا تكن عالة على غيرك وهذه دعوة تفاعلت في نفس المتلقي الذي خاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم فأنتج استقرارا اجتماعيا نفسيا أنتج اطمئنانا للذات أنه قادر على رعاية نفسه رعاية بيته حقيقة العمل وفق ما يسمى بالنظام السياسي العالمي يراد له أن يكون مجزة ضمن الرؤية السياسية الأعمال ضمن الرؤية السياسية يراد لها أن تكون مجزة جيوش وأنا كنت ضابط في سلاح الجو الملكي الأردني كنت مدرسا في مادة اللغة العربية والتنمية في الوطن العربي يراد لكل الجيوش في العالم أن تكون متفرغة فقط لي أكل شرب نام تدرب حارب قاتل إلى آخره اشترك فيه معركة انتصر أو انهزم إلى آخره يجب أن يكون ضمن هذا المسار لكن أيضا بعض الدول تمنح حتى الجيوش فرصة للمشاركة في القضايا التنموية ولذلك تجد مستشفى عسكري مدرسة عسكرية جامعة عسكرية وكان لي كتاب القوات المسلحة ودورها في التنمية الوطنية لكن حقيقة في المجمل الهدف العام لسياسة الأعمال أن تكون مجزة نريد الحراث حراثا فقط نريد العسكري جنديا فقط نريد الطبيب طبيبا فقط المعرفة الموسوعية التي عاش عليها أجدادنا وأنتجت فكرا متسع الدوائر كما كان عنده ابن سينة نراه طبيبا في مجال الطب نراه فيلسوفا في مجال الفلسفة نراه رياضيا في مجال الرياضيات نراه شاعرا إن تحدثنا بالشعر هذه المعرفة الموسوعية والثقافة الموسوعية ووجدت من يحاصرها في جميع أنظمتنا حتى يبقى الجزء مهددا بالإظمح لالي وبسهولة الانتصار علي إن أردنا الانتصار علي لا نريد حراثا فإذا حاربنا زرعة القطن في مصر بقرار استبدال نوع بذور كما كان يوسف والي على سبيل المثال استطعنا أن نقضي على زرعة القطن وأفقرنا قطاع كبير من المزارعين لأننا عملنا على تبديل بذرة القطن المناسبة إلى غيرها من الزرعات وقد نقضي على الثروة الحيوانية بقرار ما فنحرم طبق عامل في مجال الرعي من هذا الأمر هذا الأمر ينسحب على كثير من القضايا ليس في مجال الصناعة في الزراعة فقط ففي الصناعة أيضا هناك حرب الدور الصناعية لا تريد لنا إلا أن نكون مستهلكين فقالوا لابد من تجميع الأفكار الصناعية عند العرب وربطها بجمارك ربطها بالمواد الأولية ربطها بقضايا التسويق وبالتالي لمجرد قرار واحد يغلق خمسين مصنعا في الأردن يهاجر إلى تركيا يهاجر إلى مصر تقضي على العمالة هذا الأمر ليس في العراق في حسب يطبق في كثير من الدول يراد للعمل كما قلت أن يكون مجزة بحيث هذا القطاع نحن نقول أن التطور الذي أفرزته التكنولوجيا والمعرفة الإنسانية المتسعة أوجدت مثل هذه الاختصاصات طب هندس صيدة إلى آخره لكن لابد أن تكون الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا ينقذها من موقفها إلا الاجتماع لكن في قضايا التشبيك وليس نحن نؤمن بأن سعة المعرفة قضية كبيرة جدا لكن نحن نؤمن في ربط قضايا العمل مع بعضها البعض هذه قضية ما جرى حقيقة أن أنا سعيد جدا بتسمية القسم المهني في هيئة علماء المسلمين في العراق فهذا ربط وثيق أن العلماء هم النور الذي يحرك أو الذي نتحرك برؤيته وبإمداداته الفكرية والثقافية ولذلك نحن نتحرك ضمن مساحة ما يمكن أن يقدمه لنا العلم والمعرفة في سبيل النهوض النهضة بمقدار ما هي يراها البعض قرارا سياسيا أنا أراها قرارا فرديا أنا أراها قرارا فيه من التحدي ما فيه عند الفرد الذي يصنع عصاميته بنفسه فبالتالي ينطلق وبالتالي كم من الأمثلة الإنسانية التي نقول أنها أنتجت نهضة خاصة وبالتالي دول بأكملها استفادت من نبوغي فكر عند شخص واحد ولذلك ربط الفيلسوف الفلاني باليونان ربط الفيلسوف الهندي بالفيلسوف الهندي فلان ربطت مثلا مصر بشاعر كذا ولذلك النبوغ الفردي والعصامية الفردية هي تنتج أحيانا ما نسميه بالعقل الجمعي الذي لا يراد له الحضور أبدا في كثير من الأنظمة السياسية لا يراد لهذا العقل الجمعي الحضور العراق إذا تحدثنا عن العراق ومر في واقع سياسي مؤلم قبل سكوط بغداد على سبيل المثال تعرض للحصار في مجال الغذاء والدواء والسلاح وبالتالي هذا وجد ما يسمى بالعصامية على مستوى الفرد والدولة أراد العراق في حينها أن يعتمد على الذات ولذلك سخر جميع الإمكانات أن يخلق من الحاجة اختراعا لأنهم قالوا الحاجة أم الاختراع فوجدنا تقدما في المجال الزراعي وجدنا تقدما في المجال الصناعي وجدنا تقدما في المجال الطبي في المجال الهندسي ما الذي أفضى إلى هذه المعرفة المتسعة وجود الحاجة إذن نحن حقيقة عندما نراكب المشهد العراقي على سبيل المثال نلحظ نزوعا إلى الاعتماد على الذات تحقق هذا الأمر تحققت النجاحات أصبحت مثال تساؤل التقدم في النجاحات العراقية نحن نعيش في مشهد إقليمي فيه من الصراعات الإقليمية ما فيه وبالتالي عفواً كل تقدم عربي وإسلامي هو ليس في صالح إسرائيل وغيرها ولذلك أرادوا لهذا التقدم الاقتصادي على صعوبته لأنه يخلق حاله صحيح أن العراق في فترة الحصار لم يصل إلى الأقمار لم يحتل العالم لم يصنع كثير من الصناعات لكنه وضع الخطوة الأولى للحياة قالوا طالما أنه استطاع أن يستغني عن بقية العالم ولو لأشهر ولو لسنوات في المجال الزراعي في المجال الطبي في المجال الهندسي إذن هذا يملك تجربة ولذلك كان أول هدف بعد السقوط هو قتل العلماء أنتم ورثت علماء العراق أنتم فيكم البذرة الطيبة على لملمة هذه الكنوزة التي تحملون من أبناء العراق الأوفياء هذه مهمتكم حقيقة أن تبحثوا عن من يمثل العراق فكرا وخلقا وسلوكا وحياة مستمرة بإذن الله ولذلك كان الهدف تدمير العلماء وملاحقتهم وقتلهم وتشريدهم وإلى آخره لأنهم كما يقولون ويعرفون قالها صلاح الدين الأيوب نصرنا بقلم القاضي الفاضل ولذلك قالوا أن العالم يخلق أمه بينما القائد يقود أمه وقد ينجح وقد يفشل لكن العالم يصنع أمه لأنهم يعرفون أن العالم ورثة الأنبياء وورثة الأنبياء النبي يحمل فكر يحمل مهمة إنسانية ربانية إلى غير ذلك لا يستطيع أن يكون بهذا المقام إلا العالم ولذلك كان من أهم العوامل التي يجب أن تدمر هذا الواقع الذي أراه فيه إضاءات نحو العمل ونحو التنمية قالوا لابد من قتل العلماء ولابد من أيضا تحييد هذه الدولة من المشاركة في ما يسمى التنمية المحلية التنمية الوطنية التنمية العربية حتى التنمية الإنسانية لا نريد للعراق أن يكون شريكا في إيجاد التنمية الإنسانية على مستوى العالم ولذلك كان من أهم المطامح لديهم الحكومات المتعاقبة للأسف أن يكون هناك ما يسمى بإيش حالة الفقر والإفقار العراق ليس فقيرا لكنه أفكر العراق كان سلة وقدر الأمة العربية الذي تغرف منه الأمة بغير حساب ونحن في الأردن هنا أول الغارفين حقيقة لا يعني كذبا ولذلك كنا نسند ظهرنا إلى هذا البلد العظيم بمعنى لابد من تدمير هذا البلد من خلال أيضا القضاء على القوة الضاربة في ميدانه الاقتصادي فكانت الضربة موجهة إلى العمال من خلال ما تعرفون وأنتم أكثر معرفة بالمجتمع العراقي وبمآسيه والقضايا السلبية التي عاشها في فترات طويلة لابد من القضاء على المصانع لا بد القضاء على المزارع رأيت بعيني قبل أشهر عندما تشرفت بالمشاركة في مؤتمر في بغداد وجامعة الأنبار كم من المصانع الهائلة التي دمرت إذن خروج العامل من المصنع ليس خروج فرد إنما خروج أسرة وخروج مجتمع وخروج قطاع فهذا العامل يعيل أسرة بأكملها يعيل مجتمعا يعيل طالبا مدرسيا جامعا يعيل شيخا عاجزا إلى آخره ولذلك كانت تخطيط ممنهجا القضاء على المصانع معنى ذلك القضاء على شريحة تمثل مئات الآلاف من عمال المصانع وبالتالي يسندها مئات الآلاف من الأسر التي تشكل أيضا شريحة عريضة في المجتمع العراقي هذا الأمر ينسحب أيضا على الزراعة كم من مئات الآلاف من أشجار النخيل التي تضررت ورأيتها تبكي كما أحس حقيقة شعرت بكثير من الأسى وأنا أرى هذه المساحات الخضراء كانت في بغداد على طريق باتجاه الأنبار فيها غاباتك النخيل شجر النخيل وعندما سئلت كم إنتاجيتها قالوا صفر وهي بلد النخيل العربي الأول أكثر من كذا مليون نخلة كنا ندرسها للطلاب في العراق إذن هذا الأمر لم يأتي من فراغ إلا إذا كان ممنهجا بقصد إفقاري وكسر ظهر الأمة ممثلا بالعراق في قضايا البترول الواقع الذي نعرفه أن المصدر الأول للبترول هو في العراق وبالتالي القطاع العمالة التي تعمل في هذا المجال تسند واقعا عربيا كبيرا بحيث تحقق مردودا ليس للعراقي فقط بل لكل العاملين فيه ولكل المستفيدين من الصناعة النفطية في بلدان عربية وكنا في الأردن هنا أول المستفيدين والتي كانت تأتينا كميات كبيرة من النفط مجانا بدون ثمن سياسي بدون ثمن سياسي مع أن في السياسة المصالح تتصالح ولا عداوة دامة ولا صداقة دائمة لكن كان القدر العراقي في هذا المجال مفتوحا بدون قضايا وأثمان حقيقة إذا كان من رؤية وفي ظل الوقت المتبقي لأسلوب فكري وثقافي يمكن أن يسند إليكم كهية علماء وتختصون بالشأن العراقي بمثل ما تهتمون بالشأن العربي والإسلامي والإنساني وهذا يعني مهمة كل عالم جليل حقيقة أن يهتم بالإنسانية إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق على امتدادها الإنساني وإنما بعدت رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إذن العالم أيضا عليه أن ينشر الفكرة الذي يجعل امتداد هذه الرحمة حاضرا في نفسي كمسلم كداعية إلى آخره ما يمكن أن يقدم لقطاع العمالة أنا أقول لابد من توصيف توصيف المشكلة من خلال دراسات بحثية يمكن أن يكلف بها عدد من أبناء العراق الموجودين الذين يعاينون الواقع العمال العراقي حاليا وأن يسند إليهم توصيف وحدات عمالية مستقلة العاملون في قطاع الزراعة ما هي أوضاعهم أعدادهم نسبهم ظروفهم الإنسانية الاقتصادية العمال في مجال الصناعة النفطية العمال في المجال الصناعات الهندسية الكهربائية بحيث تخرجون بدراسات يمكن أن تفيد حتى توجيه الاتهام لمن قصر بحيث تكون حتى الاتهامات إن كانت موجهة إلى فئة ماء أو فئة سياسية واقتصادية مبنية على كراءات ودراسات بحيث هذه الدراسات في الأخير تسعى إن شاء الله من خلال حضور أصحاب القرار السياسي والفكري والثقافي إلى لملمة الجراحة التي أظنها يعني اتسعت وبالتالي بات أمر استطبابها يعني صعب للغاية لكن مع الأمل نحن في النهاية إن شاء الله يعني عمورنا قلوبنا يعمرها الإيمان العميق بأن الله يريد لنا الخير في كل أمر مهما كان هذا الأمر وأنا أعتذر عن الإطالة لكنني يعني كنت سعيدا جدا بهذا التواصل المباشر معكم شكرا للدكتور حسن بيضين على هذه المحاضرة الفكرية التأصيلية الواقعية القيمة التي تناول فيها واقع العمال في العالم العربي والعراق خاصة والإهمال المتعمد لهذه الفئة التي تعاني بأشكال وطرق عدة ولعل أول إهمال لهذه الفئة في العراق هو غياب التشريعات والقوانين الحقيقية المنصفة لهذه الفئة في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة مرورا بتوفير فرص العمل وأيضا فقد الأمان والاستقرار المرتكز لكل بناء والأساس لكل بقاء والآن نفتح باب المداخلات والأسئلة إن وجدت شكرا على المحاضرة القيمة ولا شك أن هذه تنبع من واقع مرير ما يعيشه العمال في العراق خاصة منذ 2003 وإلى اليوم ولا شك أن هناك يعني كما ذكرتم العمليات الممنهجة سواء كانت من القبل الحكومات المتعاقبة أم من المجتمع الدولي الذي ضيق الخناق على العراق وشعبه تجاه هذه الفئة المهمة في الإنتاج والعمل الدوب لكن السؤال هو هل الخسخصة الآن الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية والعولمة على هذه المجتمعات بأن تكون يعني هي أداة قوية وأداة طيعة بيد الإمبريالية لأن تكون هذه الواقع العمال في العراق وفي المنطقة نحو الانهيار والانثار والربط هذه المجتمعات بالإمبريالية العالمية وشكرا جزيلا حقيقة الوسائل في الهيمنة السياسية وكنت أدرس طلابي مادة تنمية في الوطن العربي وهناك فصل اسمه الصراع العرب الصهيوني وطلاب عسكريين بالحقيقة وأقول بأن إسرائيل ستريد من مستقبلا ستريد فلسطين هي غرفة النوم الهانئة ويكون البئر البترول في العراق والمصنع في الأردن والبنك في دبي وإلى آخره وبالتالي هي تريد هذا حتى تسيطر على العالم العربي بمفاصله لابد أن تنتزع الملكيات العامة وتجعله مع أفراد حتى يكون هناك من يدافع عنه ومن يقبل به عنصر ضعيف ويعترفون حقيقة بأن النفوس التي يجب أن تحكم يجب أن تكون ميالة إلى الفساد فبالتالي لابد من توفير مغريات الفساد لها بالتالي قضية الخصصة هي قضية نزع الملكية العامة عن هذا المشروع أو ذاك وإذا تم انتزاع الملكية أصبح أمر تسخير هذا المشروع لأي جهة ما غير الجهة الأردنية غير الجهة العراقية غير الجهة السورية السورية على سبيل المثال أمرا سهلا فبالتالي على سبيل المثال قطاع الاتصالات هو ملك لدولة يجير بفعل الخصخصة حتى يكون شركة يرأسها فلان وفلان وفلان يتم ربط كل مصالح هذه الدولة أو تلك بشعبها بمؤسساتها بأفرادها ضمن قطاع يسمى عصب الحركة قطاع الاتصالات يربط بهذه الفئة أو تلك هذا الأمر أو هذه المجموعة أو هذا الفرد أصبح له التشريع يخدمه القانون يخدمه النحي الأخلاقية والأدبية تخدمه بحيث لو أراد بيع هذه الشركة لطرف خارجي الأمور مسهلة أمامه لا حدود قانونية تقف أمام إعادة البيع مرة أخرى لجهة ما ولذلك هذا ما تم حقيقة في كثير من بعض الشركات أنها بيعت إلى شركة الشركة التي اشتعلت هذا المنشط الاقتصادي بعته إلى فئة أخرى قد لا تكون معروفة أو قد تكون الأسماء الظاهرة أسماء لا غبار عليها لكن تحت الطاولة هي لدولة ما ولذلك نرى أن اتصالاتنا بيد غريبة مياهنا بيد غريبة الكهرباء بيد غريبة وهذا من شأنه أن يتم الاستغناء عن كثير من العمالة نحن نقول أحيانا في كثير من مؤسساتنا الوطنية كان جزء وإن كانت ما يسمى بالبطالة المقنعة لكنها تسند حاجة الناس الاجتماعية حاجتنا إلى مئة عامل نحن نوظف في هذا الاتصالات مئتين عامل من خلال أمور يعني مساعدة لأبناء الشعب حتى يعيش والفائدة المادية والاقتصادي موجودة سواء للدولة أو للشركة أو للأشخاص وإن زاد عددهم وإن زاد عددهم لكن عندما تكون الخسخصة يتكون البرامج الإدارية المرتبطة بالمال والمنفع والحساب والربح والخسارة تكون مرتبطة بأن الوظيفة الفلانية يخدمها الموظف الفلاني يكفينا مثلا خمسين موظف والباقي يتم تشريعه ولذلك الخسخصة أتت أيضا على عدد كبير من العمال والموظفين فألقت بهم في عرض الشارع وليست بالأفراد كما قلت وإنما أيضا بالأسر التي يعينونها هؤلاء الناس هذه المشكلة نشكر الدكتور على هذه المحاضرة الطيبة هل هناك قواعد وأسس للمقارنة بين واقع العمال في الوضع الحالي وما كان عليه قبل 2003 يعني قواعد المقارنة ننطلق منها لتتضح لنا الصورة الحالية التي يعيش فيها البلد أو يمر بها البلد شكرا القواعد والأس أهمها من خلال الدعوة التي ذكرت وهو عمل دراسات مسحية للواقع الاقتصادي والاجتماعي لحجم العمالة في العراق ميادين العمالة في العراق آمال وآلام وطموحات العمالة الموجودة في العراق وربطها به دائما نحن نقول القرار السياسي هو ملك القرارات وقرار الملوك القرار السياسي كما هي السياسة علم الملوك وملك العلوم ولذلك لا بد أن نربط هذا الواقع ما الأهداف التي جعلت من واقع العمالة العراقية في هذا المستوى أن تصل إلى هذا المستوى ما الأسباب التي أوصلت العمالة العراقية إلى هذا الحد من الضعف إلى هذا الحد من النجاح على سبيل المثال إلى هذا الحد وعلينا أن نعيد الكرة إلى ملعبنا نحن كمفكرين كأعلاميين يجب أن نخاطب كمفكرين وكتاب وشعراء يجب أن تكون حتى إذا كان هناك من شاعر يحضر هنا أن تكون حتى القصيدة تعالج هما إنسانيا واقعا يجب أن ننتقل من وصف حالة إنسانية عادية بمشاعر بغزر إلى آخره ونوظفها توظيفا إيجابيا لأنها تعبر إلى القيم والوجدان بغير استئذان ولذلك نوظف الأدب نوظف الإعلام نوظف الفكر نوظف الثقافة حتى يتغلغل في الوجدان العراقي وإن كان معاديا أنا أتحدث عن شخص تفصل بيني وبينه قنوات كبيرة جدا عريضة ليس فيها جسور لكن الجسر المتبقي هو الفضاء الإلكتروني على سبيل المثال الجسر المتبقي هو الفضاء الإعلامي يجب أن أصل إلى تغيير القناعات بالقدر الذي أستطيع وأن أعمل كما العصفور الذي هب إلى إطفاء النار بغابة فكل الحيوانات تحمل الماء بكمية كبيرة من الماء الفيل والأسد ونظروا إلى العصفور الذي يحمل قطرة ماء بمنقاره فقالوا يعني ضحكت منه كل الحيوانات أنت ماذا يمكن أن تعمل هذه النقطة بإطفاء الحريق قال أنا أقوم بواجبي لن يستطيع أن يحمل البحر إلا أنه يستطيع أن يحمل قطرة تبعث الإطمئنان في نفسها أنه يكون بواجب تغيير هذا الواقع أنت تعيش في محيط ملتهب ليس في العراق فقط أنت إذا أردت أن تنقذ العراق يجب أن يتوفر لديك الإحساس بأنك يجب أن تنقذ ما حول العراق حتى وإن كنت في الأردن أو في سوريا أو في لبنان فالنار تأتي من مستصغر الشرر وكل من هو في الإقليم إن بدأت في العراق وهي فعلا بدأت في العراق فحركة الأخضر واليابس عربيا وإسلاميا ولذلك أيضا الروح الإيجابي التي يجب أن نحملها يجب أن تعود بالعكس أيضا نصلح ذاتنا إن الله لا يغير ما بكوم حتى يغير ما بأنفسه نصلح الذات الأسرة المجتمع وإن بدأ الأمر بمسافات طويلة زمنية طويلة لكن المهم أن نبدأ وهكذا أي سؤال؟ أرجو أن أكون أجبت وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الجميع للحضور المشاركة في هذه الندوة ونشكر الدكتور حسن على ما قدم من كلمات وأفكار قيمة تحث المجتمع والحكومات على النهوض بالأمة من خلال أول لبناتها وهم فئة العمال وإلى لقاءات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة